طب احنا معنا واحد من ولادك اللي انت روح تجيبته من الفشل ربيع ياسير ربيع ياسير هنشوف ربيع يو يتكلم عاوزي بعاتلك بعاتلك رسالة الدكتور عمر طبعا ده أخوان كبير لكن له أفضل طبعا هو مكتشف ربيع ياسير الدكتور عمر أستاذ طبعا كبير جدا وكان مسؤول القطاع لما كنت أنا بقى لعب في بني السوف وكان في مباراة بين النادي الأهلي وفي العيد القومي وفريق بني السوف فريق جامعة فهم اختاروني عشاء العرب فهو كبتن عمر كان سياسة النادي الأهلي زمان في التمالينات كانوا دائما يسافروا المحافظات عشان يكتشفوا نجوم يروحوا المحافظات يعني يلعبوا ب بني السوف وبعدها المينيا وبعدين كده أصيوت بالتيب الصغير يعني وكانوا قتا موجود طبعا حسان بدري والكردي يلا يرحموا وتغربوا زيت فأنا فجلت بالكبتن عمر كان موجود في المباراة دي بيقول لي احنا عوزينك انت 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 سنك ده اللي بتعمله ده هو سنك ده فاكر الكلمتين دول بالزبط اللي بتعمله في الملعب ده سنك الحقيقي الاطلاسيني طبعا لان كنت عملت ماتش كبير جدا وان بك برضو زهير ايصر يعني عملت ماتش وكان ماتش جامد ومن حاجات اللي منساش فكبتن عمر لو عدتكلمت عليها اتكلم كتير كبتن عمر طبعا غير انه كان مسؤول القطاع ومربي اجال وطلع ناشئين وراجل عينه كويسة جدا وراجل عنده ميزات انه هو متعلم المتعلم ده لازم يكون موجود في قطاع الناشئين قطاع الناشئين ده محتاجين العلم عشان التأسيس وعشان الشغل الصح فمن هنا كانت النجوم زمان بتطلع وكانتش فيه لعيب مهوب بيفلت ابدا من الرجل الدكتور فالدكتور عمر كبير جدا ما شاء الله استاذ كبير وعينه كويسة جدا وفني على على مستوى ومرني كمان مع الكابتة اسماعين كمدرب عام كمدرب فني تقريبا سبعة وتمئين او ستة وتمئين حاجة زي كده فالدكتور عمره استاذ كبير جدا انا بدعوله بالصحة والعافية وقول له متشكين عن اللي عملته مع ربيع ياسين طبعا وانا جاي مخصوصا ان انت اخفضلك علي طبعا واخوي العزيز واستاذي ومدربي طبعا بشكلام وراجل حاجة مشرفة وجهة مشرفة طول عمر شغلك بيتزبط وجودك في شغلك وانسان طبعا على خلق عالي جدا واحترام ومبادئ وقيم حاجة دكتور عمر ده حاجة تشرف وطبعا افضله كتيرة جدا طلع نجوم كتيرة جدا هو اللي طلع حسين بادري وطار ابو زيت والكور ده اللي يرحمه نجوم كتيرة جدا هو قدى رسالته مع النادي الاهلي عليك ما لما يكون فترة انه هو لما كان مسؤول القطاع كان قطاع على اعلى مستوى وجه من وقت غريب من اربع سين كان برضو مسؤول القطاع على وقت فعلا طول عمره خدمته ورئيس قطاع خدمته هو مدرب خدمته هو موجود في النادي الاهلي على اكمل ما يكون بدون اي حاجة اعلام وبدون وبدون ولا اي حاجة فيه صمت بيشتغل وطلع عجيال كتيرة جدا وخلي بقى حياتك كل الناس بتحترموا كل الناس بتقدروا كل الناس بتحبوا ربيع يا سينة الظلم كان مدرب في المنتقى بمصر اه طبعا طبعا ربيع من الناس المحترمة جدا كان ماشي بالطريقة العلمية ماشي بالطريقة العلمية وينقص بعض الحاجات اللي اللي يعني واحنا معاه ممكن نقوله عليها موسيقى